اشتباكات عنيفة ومستمرة للأسبوع الثالث على التوالي بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم ناغورنو قرباغ الأذري وهدنة برعاية روسية فشلت في تحقيق مبتغاها وسط التصعيد بين الجانبين تصعيد خلف إلى الآن أكثر من خمسمائة قتيل من الطرفين بينهم مدنيون منذ بدء المعارك في السابع والعشرين من أيلول الماضي في مقابل تعنت أرميني أذري رفض إلى الآن التهديئة واللجوء إلى الحوار الأمر الذي فتح باب التوقعات واسعا للسيناريوهات المحتملة لما ستأول إليه الأزمة في قرباغ آخر تطورات النزاع الأذري الأرميني هو محاولة ييريفان مهاجمة أنابيب نقل النفط والسيطرة عليها بحسب تصريح للرئيس الأذري إلهام علييف الذي هدد بدوره أرمينيا برد عسكري مدمر إذا حاولت الاقتراب من مواقع نقل الطاقة إلى أوروبا وبالتناغم مع تحذيرات الرئيس علييف هددت وزارة الدفاع الأذرية أرمينيا بتدمير جميع منشآتها العسكرية التي تستهدف مواقع آذرية مدنية الأمر الذي نفته وزارة الدفاع الأرمينية مؤكدة على ما وصفته بحقها في استهداف أي منشآت عسكرية في أذربيجان استمرار التصعيد بين الطرفين واستبعاد الحوار على المدى القريب حذر منه مراقبون مؤكدين أن روسيا قد تتدخل عسكريا في نهاية المطاف بحجة الفوضى ضمن مساعي موسكو لانفصال إقليم قارباغ وهو ما من شأنه توسيع رقعة الصراع لتشمل دولا إقليمية كما أن استبعاد تركيا من هذه المعادلة أمر غير واقعي وفق لمصادر صحفية تركية ويجمع الكثيرون على أن روسيا وتركيا تلعبان دورا محوريا في إمكانية الوصول لتسوية للنزاع بين باكو ويريفان عبر التفاوض بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة التي تطالب هي الأخرى باستعادة سيادة باكو على ناغورني قارباغ ووسط ترجحات بموافقة أرمينيا على هذا المقترح في حال استمرار سيطرة الجيش الأذري على مساحات واسعة من الإقليم